متابعي قناة النهار لخباري الأولى في الجزائر لم يكن مشاهدين إلى عدد جديد من برنامج تساؤلات سباق غير مألوف نحو قبة زغود يوسف أزيد من عشرة آلاف مترشح محتمل للانتخابات التشريعية القادمة التي يعول عليها كثيرا لإعادة بناء مؤسسة تشريعية تحظى بالمصداقية تهفت من قبل الأحزاب السياسية والأحرار ممن يرغبون في دخول المعترك الانتخابي فهل لابد على المترشحين أن يدركوا التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الجزائر قبل خوض تجربة التشريعيات باعتبار الكفاءة والإقناع رهان نجاح التشريعيات حتى لا نقع في فوضى الترشيحات ومحورنا للنقاش خلال عدد اليوم من برنامج تساؤلات والذي نسعد فيه باستضافة كل من السيد حسين صالح مسؤول الإعلام والاتصال بحركة البناء الوطني مسأل خير أستاذ أهلا وسألنا شكرا على الاستضافة وشكرا لك على تلبية الدعوة كما يحضر معنا كذلك الأستاذ فوزي تيمشباش الناشط السياسي مسأل خير مسأل نور أستاذ وشكرا لكم كذلك على تلبية الدعوة إذن كما أشرنا سباق نحو قبة البرلمان عشرة آلاف مترشح محتمل للانتخابات التشريعية تشريعية الثاني عشر من شهر جوان سباق غير مألوف وارتفاع في سقف الترشيحات الحزاب السياسية لا يوجد أي مبررات للعزوف عن التصويت وانطلاق الحملة الانتخابية بتاريخ السابع عشر من شهر ماي القادم الإقناع والكفاءة ريهان نجاحي التشريعيات السهيل الحديث معاك أستاذ حسين صالح كان فيه تصريح لرئيس سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيد محمد شرفي كان قال بأن تشريعية الثاني عشر من شهر جوان محتمل أن يكون فيها حوالي عشر الاف مترشح محتمل لهذه الانتخابات التشريعية كيف تعتبر هذا السباق لراه اليوم بدأ في مرحلة تمهيدية نحو البرلمان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أولا تحية عاطرة لمشاهدين قناتكم وتحية عاطرة للأستاذ الكريم أستاذ فوزي ولك أستاذة وشكرا مرة ثانية على الاستضافة نحن في الحقيقة في حركة البناء الوطني قد تبنينا المشي في مصار الحل الدستوري وكنا اقتنعنا وحاولنا أن نقنع محبين ونقنع شركاء نقنعهم بأمن هذا المصار وأن هناك مصارات أخرى ولكنها غير آمنة للجزائر فكان هذا المصار الدستوري الذي بدأ بانتخابات رئاسية وكان الكثير مشكك في هذا المصار ثم جاء بتعديل دستوري وكثير شكك في ذلك وجاء بقانون انتخابي والكثير شكك بذلك والآن عشر آلاف مقترح للترشح هذا لا يؤكد إلا صدق وصحة قرارنا وصحة اتخاذنا لهذا المصار حيث الآن كل من كان يشكك بهذا المصار الآن عاد إلى هذا المصار والكثيرين ونعلم تصريحاتهم في الصحافة وتصريحاتهم في فيسبوك الآن رجعوا كلهم إلى هذا المصار عن من منهم أن هذا المصار هو الأأمن للجزائر الجديدة التي نسبه ونريد أن نصل إليها وإن شاء الله يكونوا مئة آلاف ومش عشر آلاف فلندع المواطن حر في اختيار من يمثله في قبة البرلمان ندع المواطن يكون لأول مرة في الجزائر يكون له حقيقة الصندوق يرجع كلمة الشعب ويرجع اختيار الشعب ما نطلبه مش عشر آلاف ولا مئة آلاف ولا أن تكون انتخابات حرة ونازيهة انتخابات شفافة ولندع المواطن يقرر ما يشاء أما نقوله عشر آلاف ما تخلعناش عشر آلاف ما تخلعناش مئة آلاف الصح في آخر المطاف يبقى الإقناع وكيف تتم ممارسة هذه العملية أولا أقنع الناس بشيسنيوا لك الاستمارات هذه لولا قبل يعني نبدأوا بهذه أما تسحب الاستمارات هذا أمر بسيط هل الناس راحين يمضيوا لك على الاستمارات الحراك المبارك خرج في 22 فبراير ورفض شريحة كبيرة من السياسيين في الجزائر ومن الأحزاب السياسية العتيدة والكبيرة ورفضها هل سيمضي لها التسماعات المهمة هذه اعتبرها جد صعبة سيد حسين صالح اليوم المهمة صعبة خلينا نقول بالنسبة للأحزاب السياسية وكذا بالنسبة للأحرار ولعل على الحزب السياسي راح تكون مهمة جد صعبة لأن المواطن خلينا نقول بين قوسين طلق السياسة وما كان عنده ثقة للحزب السياسي نظر أن الممارسات التي كانت في السابق هو لا يجب أن نستخف بذكاء المواطن الجزائري المواطن الجزائري والشعب الجزائري ذكي جدا ويعرف كل حقبة ما كان يحاكو فيها وكيف كانت تدار هذه الحقبة فالمواطن الجزائري عارف ويعلم الحقبة التي كانت قبل 2012 و2019 وكيف كانت تدار اللعبة السياسية على باله بالتزوير الذي كان وعلى باله بالعصابة كيف كانت تخدم الآن 10 ألاف استمارة محتملة هذا معنى أن فئة كبيرة أو شريحة كبيرة من المجتمع الجزائري أصبحت تؤمن بإمكانية أن تكون هذه الانتخابات نازهة ولعل نتائج الاستفتاء التي كانت ضائلة جدا على قلتها ولكنها تعبر عن رغبة سياسية رغبة من السلطة على عدم التلاعب بأصوات الشعب وبالتالي كانت هذه النسبة الحقيقية للاستفتاء فمنظر الشعب أو شريحة من الشعب جاءها ربما نقول باصيس أمل وتتمنى أن تكون هذه الانتخابات حرة ونازية أستاذ فوزي كيف تعتبر 10 ألاف مترشح محتمل للانتخابات الشرعية فيه من قال هل نحن مقبلون على مسابقة توظيف أم نحن مقبلون على برلمان جديد هذا النسبة كيف تعتبرها؟ في حقيقة الحال بعد بسم الله الرحمن الرحيم يعني حسب رأيي أنا أنه مهيس رح تكون بهذا العدد نظرا لأنه ما لاحظناش في مواقع التواصل الاجتماعي قوائم حرة أو مترشحين في أحزاب قال صوروا الإجدحام على شبابيك للبلديات يعني في الحالة المدنية قال هم المحبين تاوعنا أو المنظمين تاوعنا راهم مدارين طوابير بشيسات قول الاستمارات أظن أنه نفس المشكلة في الرئاسيات السابقة يعني لاحظنا الكثير من المترشحين ولكن أخيرا خمسة فقط ما نستطعه أن يستوفوا شرط جمع التوقيعات هنا أريد أن أطرح سؤال المشكلة يكمن في هل المواطن الجزائري مستعد على أن يتبع برنامج لمترشح أو سيتبع المترشح بحد ذاته وبخلفياته سواء في حالته الاجتماعية أو منطق العرش هنا يكمن السؤال والإشكالية بمعنى الإقناع سيد فوزي هنا تقصد الإقناع كيف يمكنه الوحيد للقائمة الحرة هنا الإشكالية لما نقول كما تقول عشر الاف قلت عادي بالنسبة لهذا الرقم ممكن أنه يعتبر حتى الأستاذ حسين قال ممكن عشر الاف هو ممكن أكتر من ذلك عشر الاف قائمة وليست نعم بالنسبة لهذا الانتخابات التشرير يعني خبرة المتواضعة أتوقع أتوقع يعني خمسة وعشرين حزب اللي راح يقدر يستوفي لشرط جمع التوقيعات بالنسبة لقائم الحرة على ما أظن على ما أظن يعني يستحيل أنها تفوت ربع مئة قائمة على المستوى الوطني يعني في ثمانية وخمسين ولاية لماذا؟ لأنه عشر الاف قائمة كي تكسميها على ثمانية وخمسين ولاية راهي مئة وسبعين قائمة في كل ولاية هذا يعني ممكن راهي مقسومة على بعض الولايات اللي فيها هيئة ناخبة يعني مثل عاصمة قسانطينة عنابة ممكن هذه ممكن فيها يعني سحب للاستمارات التوقيع بينما الولايات الداخلية أو الجنوبية لا أستبعد أنها راح تكون طيب سيد فوزي بالحديث عن العشر الاف محتمل أو خلينا نقول عشر الاف مترشح محتمل لانتخابات التشريعية فيما نقال بأنه راح نكون أمام عدد هائل وبهذا بالنظر للنظام الانتخاب اليوم اللي يسمح لكل مواطن خلينا نقول يمتلك من المؤهلات أن يترشح لهذه الانتخابات التشريعية فيما نقال ممكن أننا راح نكون أمام فوضى ترشيحات لأنه من المفروض أنه أي راغب اليوم باش يترشح للانتخابات التشريعية أن يكون يدرك للعمل السياسي العمل التشريعي في البرلمان مش ولا فقط أنه يترشح حتى يفوز بمقاعد في البرلمان هل هذا الأمر كذلك راح اليوم يثار ويطرح العادي من التساؤلات حوله ليس كل من هبه ودبه إمكانه اليوم أن يترشح لهذه الانتخابات التشريعية ونريد برلمان يتميز بالمصداقية تكون مؤسسة تشريعية تحظى بالمصداقية من قبل المواطن الجزائري حتى نمحي الصورة التي كانت عليها في السابق أكيد هنا المسئولية تقع على الشقين الشق الأول هي الأحزاب التي لها هيكلة وقواعد ومناظرين على مسؤول الولايات عليها أن تغتنم شرط إشراك الشباب والجميعيين في القوائم عليها أن تختار شباب مكون سياسي وله على الأقل خبرة في النظال تأخذ الحزب على الأقل ثلاث سنوات أو أربع سنوات لأنه من غير المعقوم المهم تقع على الحزب السياسي تقصد فوزي؟ نعم الأحزاب السياسية سيد حسين صالح هل المهم اليوم على عتقكم لضمان مصدقية البرلمان القادم؟ نحن كنا عملنا اقتراح في حقيقة عندما رأينا الكمل من المترشيحين الذين جاءوا في الرئاسيات والذين استخرجوا استمارات الاستمارات هذه التي استخرجوها رأي طبيعات بأموال الشعب وبالتالي كنا دلنا اقتراح أن كل من يريد الترشح يدفع إنكوسيون كيف نقوله إنكوسيون بالعربية ضمان؟ يدفع ضمان ولا؟ ويسحب الاستمارات إذا جابهم يعني مصادقين يرجع له هذا الضمان إذا ما جابهم مش مصادقين يؤخذ الضمان على الأقل الخازينة العمومية تسترجع أموال طبع هذه كلها أما يجي واحد يجب الاستمارات ولا يجو مليون ما يهمش هذا حق الشعب الجزائري الدستور أعطى لكل مواطن جزائري الحق في الانتخاب والحق في الترشح ما نقدرش نمنع هذا الحق على أي جزائري ولا نقوله إحنا مناش ديمقراطيين يعني إذا نقبله الديمقراطية لازم نقبلها أن أي إنسان وجب عليه أو يقدر أن يترشح الآن بما أنها الخازينة العمومية راح تصرف أموال لهذه الأوراق فوجب أن نحطه ضمان واللي يقدر يجيب التوقعات يرجع له ذلك الضمان واللي ما يقدرش دراما هذوك يروح للخازينة وبالتالي هذك الأوراق نعود لنا الآن خلينا نقوله نعود نرجعنا للمواطن جزائري ذاكي ما لازمش نتعامل معه بغباء ولا نتعامل معه بنوع من الحيلة الشعب الجزائري يعرف من يكلمه بصدق يعرف من قدم له برنامج حقيقي يعرف من قدم له مشروع وليس وعود يعرفها هذه الشعب الجزائري يعرف لكن الشعب الجزائري كذلك يعرف المواطن الجزائري أنه في مثل مناسبات خلينا نقول تشريعية تكون انتخابات خلينا نقول حزب السياسي وأي إنكار ترشح راح يغازل اليوم الشعب الجزائري ويقول له راح نعمل كذا ونعمل كذا ونحن مقبلون على حملة انتخابية بتاريخ 17 ماي فيهما يقول أنه بالنظر للقانون الجديد فيه ضوابط لهذه الحملة الانتخابية لكن الأمر مش ممكن أنه يتعدى أنه يمحز بالسياسي قدم وعود للناخب الجزائري يقول له راح نعمل كذا وكذا والاستثمار في المشاكل الاجتماعية للمواطن وفي الأخير ما يلقى لشي أنا راني معاك المراقب السياسي والمواطن الجزائري راه يراقب في كل الخارطة السياسية ويراقب في القاعدة السياسية والقاعدة الحزبية راه يشوف شكون هي الأحزاب اللي راه يتناظل على طول العام وشكون هي الأحزاب اللي راه يدير روجيست كوميرس فقط تجي من الخمس سنين لخمس سنين ولما ربع سنين ربع سنين تقدم مطر الشحين فالشعب الجزائري راه يتبع في الساحة السياسية ما نظنوش الشعب الجزائري ما هو شي يتبع صحراء عنده مشاكل عنده مشاكل اقتصادية مشاكل اجتماعية مشاكل عائلية كائنا ولكن كي يجي راقب الحياة السياسية راوي راقب راهو يعرف من هي أحزاب التي تناظر على طول السنة ماشي غير في الاستحقاقات الانتخابية وكائن الأحزاب اللي راهي روجيست كومرس نشوفها تطلع علينا كما يطلع أهلال تعرمضان وما جاء مرة في العام يطلع مرة في الخمس سنين كي يجي كاش انتخابات يبانوا سيدي روجيست كومرس ما حال كاين سبعين حيز بودا إيش حال المواطن لو كان سقسوهما هي الأحزاب اللي تعرفها يقولهم منها يعني راح يمجموعة من الأحزاب يعني حتى الآسم من تاحها فهذا هو بيت القاسيد العصابة كانت دائرة هذا الأحزاب كانت تخدم بها دائرتها تنشط بها وتعاون بها وتنجح بها العملية الانتخابية تاحها الآن والعصابة ذهبت ما عادش عندها هياك تخدم بها ما عادش عندها أحزاب توظفها الآن أظن ومتمنى وذلك المنافسة راهي منافسة نازيها الآن الأحزاب اللي عندها مشروع راح تبان الأحزاب اللي تقدم ناس نوزها راح تبان الأحزاب اللي عندها برامج تنموية محلية راح تبان تبان في خطابها تبان في برامجها تبان في سياستها ذي راح تبان والمواطن الجزائر راح يتبع ويراقب نعود الفكرة أو نمر الآن الفكرة جد مهمة فوزي تمشماش اليوم لما نتحدث عن التشريعيات شفنا شباب الحظية خلينا نقول باهتمام كبير ضمن هذه الانتخابات التشريعية فيما نقول بأنه هناك بعض من الحزاب السياسية أصبحت اليوم تستغل هذا الشباب حتى وإن كان هذا الشاب ما يمتلكش تكوين ما يمتلكش تأهيل المهم تقول بأنه اليوم لدي شباب هاهم متواجدين وهذا دليل على التشبيب اللي راح يكون ضمن هذا الحزاب السياسية كيف تعتبر هذه الجزئية حتى ما نوقعوش فيها سيدتي الفاضلة أود التأكيد أو التوضيح على موضوع تواجد الشباب في القوائم سواء كانت حرة أو تحت غطاء حزبية هو الفضل يرجع للسيد رئيس الجمهورية الذي دستر وحمى هذا الشرط وهو مجسد في القانون العضوي للانتخابات يعني هذا الشرط رهو إجباري وليس اختياري سواء للأحزاب أو القوائم الحرة لكي إن صح القول أحمله الحق أن يشكر أو يتم تثمين هذا الإنجاز هو السيد رئيس الجمهورية هذا من جهة يعني أود أن أكمل الشق الثاني سابقا يعني أصرت إلى الأحزاب بالنسبة للقوائم الحرة عليها أن تغتنم هذه الفرصة والاستثمار في هذا القانون العضوي الذي يعتبر بوابة الدخول إلى الجزائر الجديدة والقاطعة مع ممارسات الماضي لأنه لاحظنا خطاب الرئيس اليوم على لسان السيد الوزير الأول أن الرئيس دعا إلى القاطعة مع جميع الممارسات سواء كانت في المجال الانتخابي أو في الحياة اليومية تجاه المواطنين أو في الإدارة على القوائم الحرة أن تتبنى تجسيد شرح البرامج على الأشخاص لأنه إذا راح القوائم الحرة تتبع نفس الممارسات لبعض الأحزاب اللي أشغر عليها السيد يعني أحزاب الرجيستر كوميرس يعني اللي يتباني من مناسبة لمناسبة لأنه الأحزاب العارقة عندها لا هيك الانتحة عندها مناطلين القاعدة الشعية انتحة معروفة ما نقدرش نقوله قاعدة شعبية لأنه كل واحد راوي سيل فيها طرف نتيجة الصندوق هي الوحيدة التي من حقها أن تقول أن الأغلبية للحزب الفلاني أو الآخر أظن مشكلة يجب ترويذ ذهنية المواطن الجزائري على اتباع البرامج قبل الأشخاص هذه قناعتي الخاصة بمعنى البرامج الحزبية أو ماذا تقصد يعني بالبرنامج البرامج إذا كان الحزبي يقدم برنامج أنا أتحدث عن القوائم الحرة لأنه البرامج الحزبية لديها برامج ثابتة لكن بإمكانها أن تتغير نظراً للمتغيرات اليوم تتغير من ناحية التطوير يعني المبدع ثابت ولكن ممكن التحسين تماشياً مع ذهنية المواطن الجزائري يعني حالياً أو متطلبات المجتمع الدولي فيما يخص القوائم الحرة لكي نكون منطيقيين لكم الفكرة القوائم الحرة لا تستطيع أن تجسد برنامجها إذا تفتقر إلى الأغلبية في المجالس المحلية أيضاً يعني في البرلمان وفي المجلس الولائي وفي المجلس البلدي لأنه برلماني واحده ما يقدر يلو ما يقدرش يلغط لا على قرار من ناحية التصويت في البرلمان يعني باش نكونوا يعني صراحة لازم هذاك المرشح الحر ما ينافقش وما يتحيلش على المواطن الجزائري بغية استقطاب الأصوات بالنسبة للأحزاب خلينا نعود لفكرة الشباب لأنه فكرة جد مهمة يوم حظية خلينا نقول بجزئية جد مهمة ضمن هذه الانتخابات التشرعية المقبلة فيما نقول أنه بعض الأحزاب السياسية أصبحت اليوم تستغل هذا الشباب حتى يكون في الواجهة فقط لا أظن ذلك لأنه أغلب الأحزاب يعني لديها تشبع يعني في الطاقات البشرية يعني من 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 حد الشباب أو الشابات أو الجميعين أو في جميع المجالات ممكن الأحزاب التي لم تستطع التأثير على المواطن الجزائري ممكن راح يعني تواجه صعوبة في بمعنى توجد الفكرة الفكرة مطروحة أن حزب السياسي ممكن أنه يكون ضمن تشكيل ومجموعة من الشباب كأنه يكون يحط هذا الشباب في الواجهة دون أي تأهيل مفروضة دون أي تأهيل وتكوين سياسي بدرجة الأولى لأنه نتحدث عن معترك سياسي لابد يكون فيه نوع من الدرايخ لنقول سياسيا لهذا الشاب أكيد أكيد وهذا رأى بحكم القانون ليس من رأي أو من رأي أو من رأي الأحزاب لأنه القانون العضوي واضح وحدد الثلث من الشباب يعني لازم يكون جامعي والثلث الآخر لازم يكون أقل من 40 سنة مع المناصفة بين العنصر النسفي والرزال يعني 50% 50% هذه أمور أضبطها القانون العضوي للانتخابات يعني واحد ما يقدر يمنع الآخر يقول بالإيران يعطيتك أفضلية طريقة سير الانتخابات الآن مش راح تكون كسابقاتها سابقاتها كانت القائمة المغلوقة والقائمة المغلوقة تعطي أفضلية لرأس القائمة ثم الذي يليه ثم الذي يليه الآن القائمة المفتوحة وهذا اللي كان مقتراح حركة البناء الوطني أن تكون قائمة مفتوحة كل رقم في القائمة رقم صعب يعني كل اسم في القائمة هو اللي راح يجيب الأصوات تمتعه وبالتالي حقيقة وشير تقول الأستاذ صحيح ممكن بعض الأحزاب ولا بعض القائم الحرة راح تحاول تستغل الشباب تستعطفوا باش يكون معها في القائمة ولكن الشباب ذكي شباب ذكي جدا شبابنا متعلم شبابنا مثقف شبابنا راهو كله جامعي 70% من الشعب الجزائر راهو شباب إذا قلنا الشباب حتى الـ 40 سن راهو يفوت 70% فهذا الشباب راهو واعي راهو عارف فيعرف باللي القائمة المفتوحة وش معنتها معنتها إذا أنت عندك شعبية وتعرف باللي عندك جماعة تفوطي عليك سواء كان عارش ولا أصحابك لقرأوا معاك في الجامعة ولا أنت من الناس اللي كانوا في البطولة مثلا أنت حكيش رياضة ولا وجاء فوطي عليك راح تطلع في القائمة أما وما عندكش فما راح تنفع للقائمة ولا تنفع نفسك الآن لازم نعرف ودورتها على البرلمان يتكلم متوقف عند هذا الجزئية أستسمحك أستاذ حسين وكذا أستاذ فودي مشاهدين فاصل ومن ثمنا عودة يبقوا معنا قبل الفاصل ناقشنا فكرة الشباب وكيفية الاستثمار فيها خلال هذه التشريعيات القادمة بحول الله التشريعية الثانية عشر من شهر جوان نعم خلينا نتكلم في جانب الشباب نحن في حركة البناء الوطني عندنا عندنا ما نسميه الشباب القيادي أو التأهيل القيادي حيث كونا عبر السنوات هذه اللي فاتت كونا أكثر من ألف شاب سواء في الشرق الجزائري أو الغرب أو الجنوب أو الشمال مجموعة شبان كوناهم في مهارات مختلفة علما مننا وقناعة مننا أن المستقبل لهذا الشباب فممكن كين أحزاب أخرى راي تنحو هذا المنحة فالأحزاب اللي راي عندها برامج واللي تصبوا إلى المستقبل على بلها بالمستقبل تعالجزائر الجديدة مستقبل شباني أولا قبل كل شيء بدفع التشبيب وليس الاستثمار لا 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 بدفع التشبيب لأن هذا الشباب المستقبل له يعني كين طبقة سياسية رانا نشوفوها خلاص جوزت ما عليها مرحلة وكان الأستاذ عبد القادر بن جرينا كان تكلم على الشرعية الثورية حقيقة أجدادنا وأبائنا لهم هذا الشرعية أنهم قاموا بالثورة فهذا فضلهم علينا أما الآن جد الاستقلال واجب عليه أن يبني جزائره بيده إحنا هذا الشباب رانا عارفين بللي جزائر راح ترجع ليه ولازم ترجع ليه فأهلناه في مهارات مختلفة ولا نزل نفعل ذلك الكورونا منعتنا ولا كرانا نخدمه بالزوم فباش نرجع فقط لدور البرلماني باش الشاب يعرف دور البرلماني ليس دور المنتخب المحلي المنتخب في المجلس الشعبي الوطني هو منتخب أكيد راح يخرج من ولايتك ولكن راح يمثل الوطن يعني راح يجاهد ويحارب ويناظل على أمور سياسية أو أمور قانونية تهم الوطن ككل ولا تهم ولايته وأكيد راح يراقب الولاية نتاعه ويراقب التنمية المحلية في ولايته ولكن دوره أكبر من ذلك دوره التشريع دوره المراقبة دوره مسائلة للحكومة وربما دوره إذا كان في الأغلبية أنه يكون في الحكومة ويكون وزير وهذا لابد أنه من بين المترشحين ذوي الكفاءة العالية لأنه يكون قادر على كل هذا الأمور فضمن النظام التشريعي مش فقط أنه اليوم نرغب في مقاعد في البرلمان من أجل مبلغ مالي معين نترشح حتى أصل إلى هذا البرلمان لأنه هذا العنصر الأساسي أن نصل إلى برلمان يتميز به الكفاءة نعم أكيد ولكن الكفاءة وحدها ممكن ما تكفيش ممكن تصيبه إنسان كفء في ولاية ولكن ما عنده الشعبية ممكن تصيبه أستاذ جامعي ولكن طلب بل يقرأ وعنده كارهين ولو كان تقدمه للقائمة ما يفوطيش عليه الطلب بل يقرأ وعنده صحيح فالأمر نسبي ما نقدروش نتكلمه هكذا في المطلق كلامك صحيح في المطلق أكيد لازم تكون كفاءة ولكن في الواقع الأمر المطلقية ممكن تصيب شوفر تعبيس ولا تصيب إسكافي ولا تصيبه عنده شعبية تصيب حفاف عنده شعبية فالآن الشعب خر في من يختاره يختار اللي راح يدفع عليه يختار اللي راح يتكلم على انشغالاته يختار اللي راح يتكلم على معاناته هذا وش راح يختار الشعب تفضل فوزي عندك سؤال أستاذ حسين ختاما بالمعانات أنتم الآن كحزب أو جمال أحزاب يعني يحاول أنه يستقطب أو يفوز بتأييد المواطن للتصويت عليه للفوز بمقاعد في البرلمان صحيح دور البرلماني التشريع والمراقبة والمساءلة والمتابعة ولكن الأغلبية في البرلمان تشكل حكومة أولا نعم وأنتم خلال الحملة الانتخابية مثلا تستقطبون أصوات المواطنين على أساس تجسيد برنامج نعم الحملة نعم هل صارحتم المواطن الجزائري المدة التي يقتضيها تطبيق هذا البرلمان في حالة ما إذا كانت لكم أغلبية في البرلمان أم لا على المواطن أن يعي وهذا السؤال موجه إلى جميع الأحزاب ليس يعني إليكم فقط يجب أن في ظل هذا القانون العضوي للانتخابات الجديد أن تصارح الأحزاب المواطن الجزائري بالمدة الزمنية لتجسيد برامجها التي وعدوا بها المواطن خلال الحملة الخادمية يعني من خير المعقول قضى على مشكلة الاستكن أو أو الأجل القاعدية للموظفين يعني في سنة أو أو سنتين يعني أنت تعلم تاريكة التاريكة التي ورثها السيد الرئيس يعني أنت عشرين سنة من مستحيل أنها أنها تطبق أو تعالج في فترة جمالية تأسنة أو سنتين بارك الله رفك نعم حقيقة هو أي حزب يحترم نفسه واجب عليه أن يكون عنده برنامج وكي تكلموا على برنامج البرامج غالبا تكون محددة بزمن نحن عندما تقدم الأستاذ عبدالقاثر بن قرينا إلى رئاسيات 2019 قدمنا هذا البرنامج وهذا البرنامج كانت على خمس سنين فيه أمور من هذا البرنامج الحمد لله الحكومة الحالية رأي تقوم بها يعني فيها أمكار كثيرة تتجسد في الميدان الحمد لله إحنا يهمنا أن البرنامج يجسد من يجسده إحنا ولا غيرنا ما يهمناش ولذلك الأفكار بتاعنا رأي صدقة جارية علينا نقدموا أفكار ونقدموا برنامج ونقدموا برنامج رأي أفكار وراه صدقة جارية على حركتنا وعلى أعضاء حركتنا وعلى الشيوخ حركتنا رب يرحمهم وبالتالي الحمد لله من هذا المجال نحن وبرامجنا واضحة الآن هذا البرنامج ربما كان برنامج وطني بس أحكي نجول أن الولايات ما يقدرش يكون هذك البرنامج كله يعود يرجع الولايات واجب على كل حزب في كل مقاطعة لأنك ينتكلموا على إحتياجات تعالجلفة تختلف عن إحتياجات تعبسكرة على حسب أي مطقة تختلف عن إحتياجات تعالت لمسان وإحتياجات لمسان تختلف عن إحتياجات تندوف وبالتالي أي حزب يحترم نفسه واجب عليه أن يقدم مشروع برنامج أو مشروع أفكار مع الالتزام والتعهد الزمني لتطبيقه في حالة ما إذا كانت له الأغلبية الشعبية يعيش على المواطن أن يعيش جيدا أنه ليس بالضرورة عندما يفوز مرسح واحد يعني في قيمة حرة أو في حزب يعني أنه سوف يحقق أو سوف يعالج المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطن هذا هو بيت القصيد الآن انتركت تلمح للحكومة القادمة سازج من يظن أن الحكومة القادمة رح يديرها حزب واحد بعينه أكيد أنه في البرلمان القادم رحاش تكون كينة أغلبية صاحقة مكاش رح تكون ولا أغلبية نسبية رح تكون ربما حزب رقم واحد حزب رقم اثنين وأي حزب الآن رح يدير الحكومة واجب عليه أن يدير اتلاف ولا يدير تحالف ولا يدير تكتل باش يقدر يقود الحكومة هذا هو المشهد اللي رح يصرى في المستقبل وبالتالي يتكلمنا على تكتل ويتكلمنا على تحالف إذن واش رح يكونوا رح يكونوا مجموعة برامج رح تتلاقى فيما بعضها إذا تلاقات مجموعة برامج لازم انتها تقدم تنازولات والأخر يقدم تنازولات ويتوافقوا على برنامج يتوافقوا عليه الجامع وبالتالي واللي لا يفوط على أحمد واللي يفوط على عيسى واللي يفوط على عويشة راح يتلاقعوا بش يديروا برنامج مشترك فهذا هو اللي راح يصرى هكذا يعني مش ما نظنوش باللي راح تكون أغلبية كما كانت من قبل لأنه من قبل باية كانت صرى الأمور يعبيوا في الصندوق ويطلعوا يشكون حبوا وبين الحزب اللي يطلعوا ولكن ما يمنع الأحزاب بالمنافسة أن تتجند بمناضي لها على مستوى المكاتب البلد ياللي تراقب صنع طيق الانتخابات وستهل محاضر الفرز هي هيك يتراقب الآن وشانه واحد مش يبني سكن انت واحد ما يديل هاش هذا الباروضاج ومعدي يقول لك سرقوني راك داخل انتخابات يروح تجند مختلفناش تجند حط المراقبين مختلفناش أنا نقول لك بهذا السيرورة ما راح تكون كائنا أغلبية يعني مطلقة لأي حزب في البرلمان المقبل هذه يديها من عندي انشح تكون أغلبية مطلقة لأي حزب طيب سيد حسين في اعتقادك ما هو ريهان نجح تشريعية 2012 بالنظر لكل المعطيات سواء اللي جات في قانون الانتخابات والآن بما هو سار على الساحة حاليا مجموعة شرور وجب أن تكون الشرط الأول هو أن تكون حقيقة إرادة سياسية في إنجاح العملية الانتخابية يعني في نزاهتها وشفافيتها هذا الشرط الأول هذا متوفرة أستاذ وهي مجسدة في القانون العضوي للانتخابات السلطة الوطنية السلطة الوطنية للانتخابات أول مرة منذ الاستقلال تعلن في إعلان على موقع الإلكتروني الخاص بها أن المؤطرين الذين يشترفون على تسيير المراكز الانتخابية والمكاتب يجب أن تتوفر فيهم شرطين الشرط الأول هو أنه ما يكونش متحزب أو ترشح في حزب خلال فترة الخمس سنوات الماضية والتسجيل يكون إلكترونيا يعني لو كان الإرادة السياسية عن نظام السيد الرئيس كان عنده نية الاستحواذ على العملية السياسية في الجزائر ما كانش تسحب الأمالية الانتخابية من وزارة الدخلية وأنشأ السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات إشرافا ومراقبة وإعلانا يعني لازم نثمنوها يعني كنقوله إذا توفرت الإرادة السياسية يا سيفوزي من فمك الرب لا أنا نشوفيها بالإرادة السياسية كينا الباقية هي التشكيلات السياسية الإرادة السياسية ستتجسد يوم 12 جوان إن شاء الله بالمشاركة وبنوعية المطار الشيخين في القوى بكينشوفوا لا 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 مش هذا هو المعيار المعيار هو الإرادة السياسية في إنجاح العملية الانتخابية لأننا يا راني ممكن بلك شيء بشو يعليك عندي 30 سنة نظار سياسي أكبر حزب في الجزائر هو حزب الإدارة سابقا 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 حاليا الآن إلا ما تدخلت شهر الإدارة وما كانوا عندها عناصر منه ومنه ويخلطوا في الصندوق ممكن نقولك راحا تنجح هذا الشرط الأول أنا عندي 30 سنة في المسال السياسي خلينا نكمله الشرط يعني كنت نائب رئيس لجنة الولائية لمراقبة الانتخابات الشريعية والرئاسية نعم وسبق لي أنتقلت مدير حملة رئاسية أنا ملم على العملية الانتخابية إشرافا وإعلانا وأدري جديدا الفرق الذي لاحظناه في القانون العضوي الحالي بسابقه أنا أراد باللي الإرادة السياسية راحي متوفرة إن شاء الله هنقول لك وفمك الرب إن شاء الله هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون استيفاف أو خلينا نقول مشاركة كبيرة للمواطن الجزائري صحيح وأكيد راح تكون لأنه هو من سيصنع الفارق آجي في هذه الانتخابات الشريعية راح يقول هو من سيصنع الفارق هذا الانتخابات تعنيه والانتخابات المقبلة المحلية تعنيه أكثر وأكثر كلما اقترب المنتخب المحلي من المواطن كلما أحس المواطن نفسه مسؤول على صوته وبتالي النائب قريب شوية من المواطن أكثر من رئيس الجمهورية المنتخب المحلي في المجلس الولاي أكثر قربا والمنتخب المحلي في البلدية أكثر قربا من المواطن أشكر ضيفي رساد حسين صالح مسؤول إعلام والاتصال بحركة البناء الوطني كما أشكر فوزي تمشباش ناشط السياسي شكرا لكم على كل هذه التفاصيل قدمت وضمنا عدد اليوم من برنامج تساؤلات إلى هنا نصل إلى الختام أطيب المونة وفي أمان الله